شهد معدل التضخم السنوي في سلطنة عمان بنهاية شهر يوليو الماضي شهد ارتفاعا بأقل من نصف بالمئة وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن هذا المعدل جاء مدفوعا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى رأسها مجموعات الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصلاع والخدمات المتنوعة ومجموعات المطاعم والفنادق والمواد الغذائية والصحة والتعليم ومجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وسجلت محافظة مسقط على معدل تضخم بين المحافظات مقابل أدنى معدل تضخم شهدته محافظة البريمي